شابتر واحد مطر and measurements المادة والقياسات مع المحاضرة الثالثة element and atom العنصر والزر element العنصر العنصر هو المادة التي لا يمكن تكسرها أو تحليلها إلى عناصر أبسط منه substance that cannot be broken down or decomposed into simpler substance by chemical reactions هي المادة التي لا يمكن تكسرها أو تحليلها إلى صورة أبسط من كده هو أبسط حاجة موجودة للمادة زي إيه؟ زي العناصر اللي بنشوفها في الجدول الدوري ظهرت عنصر السوديوم، عنصر النحاس، عنصر الفلور، عنصر الكالسيوم وهكذا وبنقول أن العنصر كمان بيحتوي على نوع واحد بس من الزرات العنصر يحتوي على نوع واحد بس من الزرات طبعما جيبنا سيلة الزرات لازم نعرف يعني إيه؟ atom يعني إيه؟ زرة الزرة is the smallest unit of the element هي أصغر وحدة من وحدة العنصر ودايما لما بنشوف في الجدول الدوري كده بنشوف العنصر بنلاقي مكتوب فوقي رقم ومكتوب كمان تحت رقم الرقم اللي فوقي اسمه الـ atomic number الرقم الزري والرقم الزري بيمثل عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات اللي موجودة في زرة متعدلة طيب الـ atomic mass الرقم اللي تحت اسمه الـ atomic mass الوزن الزري ويمثل وزن أو عدد البروتونات مع عدد النيترونات يبقى الوزن الزري اللي هو بيمثل كتلة الزرة هو عدد البروتونات زائد عدد النيترونات وبناء عليه لو طرحنا الـ atomic mass نقص الـ atomic number هيبقى عندي عدد النيترونات طيب ناخد مثال عشان نقرب الصور عندي كام بروتون وكام إلكترون وكام نيوترون في زرة التايتينيا عدد البروتونات احنا قلنا الرقم اللي مكتوب فوق بيمثل عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات يبقى number of electron بيساوي 22 number of protons بيساوي برضو 22 وعشان نحسب number of neutron بنترح الـ atomic mass نقص الـ atomic number 48 نقص 22 هيديني 26 نيوترون ترجمة نانسي قنقر